اهلا ومرحب بكم احبائي في حلقة جديدة من تأملاتنا في شخصية المسيح في انجيل البشير يحنى واحنا في اصحح سبعة دلوقتي وصلنا بنعمة الرب في رحلة عميقة ودسمة جدا في هذا السفر المبارك وصفحاته وكلماته وعباراته في منتهى العمق الروحي عن شخصية المسيح مجده وجلاله لهوته وعظمته وقدراته تعليمه ومعجزاته والنهاردة هنكمل حديثنا في الجزئية اللي فيها الرب بيعلن عن نفسه انه هو العطشان للماء الحي للحياة الابدية يجي ويشرب منه وعلى فكرة قال انه التعليم ده مش لكل الناس يعني اذا مش ناوي انك تفتح قلبك وتفهم وتستوعب وتقبل بالايمان فما تضيعش وقتك معايا فالنهاردة الرب عايز هيتكلم كلام يعني مهم وصعب وحازم فارجو من كل قلبنا نحنا نفتح قلوبنا ونتجاوب مع صوته وصلنا حبائي في دراستنا لانجيل يوحن الاصحاح سبعة ايه اتنين وفيها بنشوف ازديات حدد العداء للمسيح وبالتحديد بعد حدثة شفاء مفلوك بيت حزدة فاصحاح خمسة بتتذكره وكان عيد لليهود عند عيد المضال قريبا زي ما قلت ده النص او ده السياق انه عيد المضال والرب هيروح لأوريشاليم عشان يعيد اشار المسيح عن موضوع الختان اللي اوصى به الرب في العهد او في الميثاق المسوي اللي هو العهد القديم وبالتحديد في التكوين اصحاح 17 وفي لوين اصحاح 12 بنوح عنه باسهاب واللي ما كانش مفروض يحصل يوم السبت طبعا لانه كان بيعتبر نوع من انواع الاعمال لكنه اعطى اليهود حالة استثنائية اذا تصادف ان اليوم الثامن من مولد طفل كان يوم سبت وكان الرب يسوع بيدكرهم ان اللي عملوا هو يوم السبت كان اعظم بكتير بكتير من عملية الختان والتطهير اللي هم متمسكين بيها وبيعملوا لها اهمية كبيرة اكتر من ممارسة عمل رحمة وشفقة على انسان مقعد بقاله 38 سنة في اصحاح 5 زي ما كلمنا بتفصيل وكان ده بمثابة قمة اعمال الرحمة اللي بيطلبها الله الاب وكده كان زي عدته بيدعوهم علشان يفكروا شوية ويشغلوا مخهم وقال لهم احكموا حكما عادلا في اي 24 احكموا حكم عادل يا جماعة ما تحكموش حسب الظاهر فكروا شوية حكموا العقل وفي الاصحاح ده هنا على فكرة بنشوف كمان ردود الافعال واراء الناس عن من هو المسيح يسوع اللي اللي واقف قدامهم فالبعض قال انه صالح في اية 12 والاخر قال انه يضل الشعب في اية 12 برضه والبعض الاخر قالوا ان نبيه شيطان في اية 20 وانه المسيح اخيرا في حد قالوا انه المسيح في اية 36 وفي غيره قال هو النبي في اية 40 وعايز اقول هنا لازم كل واحد فينا يحسم الامر ده ويجاوب على السؤال ده بنفسه لنفسه من خلال الحقيق ومن خلال افعال واقوال المسيح عن نفسه وكمان من خلال تفحصنا الامور بروح الصلاة والبحث والتدقيق امام عرش النعمة واكيد الله من خلال روح القدوس يا حبائي بيعلن بيعلن للانسان الصادق وبكل وضوح وجلاء واجابتك على فكرة على السؤال ده هتحدد مصيرك الابدي فمن فضلك اذا بتسمعني النهار ده فكر ماليا ركز مصيرك الابدي لانه مصيرك معتمد على نظرتك لرب يسوع المسيح بنشوف عبارة كمان مهمة في اية 20 قال لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد وفيها بنشوف توقيت الله وبرنامجه المتحكم في كل شيء فيه بفد كل تفاصيله الرب ليه جدول يا حبائي جدول زمني في كل شيء مش بس في تحديد وتنفيذ مشروع الفداء لكن كمان في حياتك وفي حياتي لما انا وانت بنسلموا مقاليد امور حياتنا طبعا العبارة اللي الالها في عدد 36 ستطلبوني ولا تجدونني وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تأتو تتكلم الاية دي عن عودة الرب الى مصدره السماوي مع الاب بعد ان يتمم عمل الفداء على الارض بموته وقيمته ثم صعوده للسماء ليجلس عن يمين الاب في المجد الاسنى وتقدر تراجع الكلام ده بعدين حضرتك مع الكلام اللي قاله الرب في صلاته الشفاعية في اصحاح 17 في المستقبل ان شاء الله هنبقى نروح لها ان شاء الرب وعشنا في الختام النهاردة حابب انوح عن حاجة بالنسبة لعيد المظال قبل ما اترك النص ده اخر يوم فيه ذكر رب يسوع الكلمات الشهيرة ده ان عاطش احد فليقبل الي ويشرب وبيقول التقليد حباي اليهودي ان الشعب في احتفالهم وفي اليوم الاخير من العيد ده بيرددوا الكلمات الرائعة اللي وردت فيه اشعياء 12 وآية 3 فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص يا سلام واكيد مش صدفة ان الرب نادى بهذه الكلمات والدعوة الصريحة تماشيا مع العبارة اللي كانوا بيهتفوا بيها وكأنه بيوجه انظرهم الرب الى انه هو مصدر البركات المحيية وهو مصدر ينبوع الماء الحي وهنا بيعيد على ما سامعنا الكلمات الرائعة اللي قالها عند بئر السخار تذكروا للسامرة في أصحاح 4 من يشرب من الماء الذي اعطيه فلن يعطش الى الابد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبوع الى حياة ابدية تذكروا في آية 14 في أصحاح 4 وهنتوسع بنعمة الرب في الفكرة دي اكتر في الحلة القادمة والى ذلك الحين الرب يكون معاكم ويبرككم ويكونوا معافين دايما أمين